حصلت هذه الحادثة العظيمة التي زلزلت أركان حليمة وهزت وجدانها وجعلتها تخاف خوفا شديدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك كما جاء عند مسلم من حديث أنس وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره على الصحيح من أقوال علماء السيرة كان عمره أربع سنين صلى الله عليه وآله وسلم وكان يلعب مع الصبيان فجاءه ملكاني عليهم ثياب بيض فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأضجعه ثم شق صدره من ابتداء من جهة نحره إلى أسفل بطنه فأخرجوا قلبه صلى الله عليه وآله وسلم وأخرجوا منه حظ الشيطان وهي علاقة سوداء موجودة في قلب كل إنسان من بني آدم ثم أرجعوا وأطبقوا صدره وبقيت هذه العلامة في صدر النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال أنس رأيتها رأيت أثر شق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصبياء الذين كانوا يلعبون مع النبي عليه الصلاة والسلام من أقرانه في هذا السن ركضوا إلى حليمة يخبرونها بأن محمدا قد قتل لأنهم رأوا المشهد المفجع والمنظر المؤلم فجاءت ووجدته قد عاد منتقعا لونه صلى الله عليه وآله وسلم ورأت الأثر ولذلك قامت فأرجعته إلى أمه حتى لا يعني يترتب آثار على بقائه خوفا عليه ترجمة نانسي قنقر